ممكن جدا يعني إذا استمرت إيران برفض تلبية المطالب مطالب المجتمع الدولي من جهة وأيضا تلبية مطالب الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماعات اجتماعات فيينا فيما يتعلق بمنظومات الصواريخ يعني هذه المنظومات للصواريخ مع الأسف هي ليست بأيدي إيرانية فقط لكن هي تنتشر لدى كتائب مسلحة لدى حزب الله في لبنان لدى تنظيمات مسلحة في سوريا لدى تنظيمات مسلحة في العراق وغيرها ممكن من التنظيمات المسلحة في باكستان أو في آسيا الوسطى أو في نيجيريا الطائرات المسيرة اللي أصبحت سلاح ينتشر بسهولة ويستخدم بصورة واسعة النطاق وهو سلاح مدمر إذن إيران يعني أمس كنت أقرأ وجهة نظر لخبير إيراني ضمن إطار مركز دراسات تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية يدعو إيران إلى الانتقال من سياسة الحرب إلى سياسة الدفاع من سياسة الهجوم إلى سياسة الدفاع بمعنى الإنكفاء ضمن إطار الحدود الوطنية الإيرانية للدولة الإيرانية والدفاع عن مصالح هذه الدولة وعدم التدخل في شؤون السيادية للدول الأخرى واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار أنظمتها السياسية إيران تفرض النموذج أو الموديل موديل ولايات الفقهة على دول العالم الإسلامي وهذا موضوع جدا معقد يعني لا يمكن أن نتحقق هذا الهدف لا عبر الحروب ولا عبر السلام أذكر أيضا بالموديل موديل الجماهيرية للقذافي اللي كان أيضا هناك لجان ثورية بالعالم وأسلحة وحروب وحركات لم تتحول أي دولة لا في أفريقيا ولا في أمريكا اللاتينية ولا في آسيا إلى النظام الجماهيري مثل ما كان يحلم القذافي لرغم أنه أنفق الأموال هذه الموديلات هذه النماذج نعم نحترم إرادة الشعب الإيراني يختار هذا النموذج النفس هو حر لكن لا يمكن أن يفرض الشعب الإيراني هذا النموذج أو النظام الإيراني هذا النموذج على العراق أو على تركيا أو على أذربيجان أو على سوريا أو على لبنان هذا خطير لأن في الأساس الشعوب من حقها تختار أنظمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لذا أعتقد أن العودة إلى الاتفاقية دون إجراء تعديلات دون إجراء إضافات مهمة تضمن يعني ما نسميه يعني مو الأمن المتبادل لكن تقدم ضمانات للمجتمع الدولي أن إيران لن تذهب إلى خيار القنبلة النووية أولا اثنيا لن تذهب إلى تصدير الصواريخ والطائرات المسيرة إلى تنظيمات وكتائب مسلحة في دول الجوار أو في العالم الإسلامي أو في شمال أفريقيا أو غيرها من الدول في العالم لأن بالنهاية معنى ذلك أنها تذهب باتجاه تعريض الأمن والاستقرار الدولي إلى مخاطر كبيرة وممكن تندلع حروب لا بداية ولا نهاية لها حروب مذهبية حروب دينية مع الأسف في نيجيريا كان هناك حرب بين الشيعة والسنة وهذا خطير يعني خطيرة مسألة أن يتحول الدين لا سمح الله المذهب لا سمح الله إلى أداة من أدوات الحروب والعقائد التي تذهب باتجاه الحرب هذا شيء خطير يعني في بلدان العالم الإسلامي أو العالم الثالث عموما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر